أبغى الدكتور عبدالعيز يعني يحدثني عن شيء من نشأة اللغوية يعني بسواء المرحلة المتوسطة الثانوية وين كان ثم مرحلة الجامعية نعم أنا منذ عرفت يميني من شمالي وأنا أجد نفسي موجها نحو كتاب الله تعالى فحفظت القرآن منذ الصغر الجو الذي عشت فيه كان جوا شاعريا والشعر من الأدب كيف يعني شاعري جوا شاعريا يعني كانت الجدة من جهة الأم رحمه الله تعالى ورحم الوالدة كانت تقول شيئا من الشعر وأيضا كانت تستظهر كثيرا من الحكايات التي في ألف ليلة هو ليلة وتسمعنا إياها يا مجال السدبير عند الأحبة مسرعة محتارة يعني هذا وأنا صغير في قبل السابعة أنها هي ماتت أيضا مبكرا والوالد كان من تلاميذ الشيخ القرآوي والشيخ حافظ الحكمي ما شاء الله وأيضا كذلك له محاولات شعرية ليس بشاعر ولا وأنا كذلك يعني أقول الشعر أقول الشعر ولست بشاعر كما ذكرت عدة مرات لأن الشاعر هو الذي غلبت عليه شاعريته غلبت شاعريته على جميع ملكاته تفجرت هكذا من نواحي أصبحت السم البارزة والششيخ البارزة ولا يتمع الشعر بهذه القوة مع العلم جميل مع الفقه ومعلم إذن هذه النشأ التي اكتنفتك في حال السم أيضا كان لي أخ أكبر وكان أديبا وجمع مكتبة أدبية كبيرة كان فيها كتب المنفلوطي وكتب زكي مباراة كتب طه حسين ومصطفى لطفي المنفلوطي ومثلا المنفلوطي كان عنده النظرات والعبرات ومجدولين وفي سبيل التاج والشاعر وكتب من هذا هذه الأشياء أنا وعنده أيضا كان متأثرا بأبو القاسم الشاب في شعره حتى كان له محاولات شعرية في هذا حتى قصة الشعر كانت يعني كان يقلده فيها الشاب بهذا الشاعر ومفحل وتوفي وهو صغير أي تذكرة في أي مرحلة هذا كان في المرحلة الامتدائية وأنا في السنة الثالثة الامتدائية وأنت ترى هذه المرحلة أنا أرى فقط أرى وأيضا يحدثني حتى أيضا لما كنا في ترسنا في الجنوب في السنة الأولى الامتدائية فأتذكر في يوم الثلاثة حينما مات الملك فيصل رحمه الله تعالى رثاه الأمير خاد الفيصل بقصيدة وهي من الشعر النبطي فأسمعني أخي واسمه عبدالوهاب أبيات هذه القصيدة ولا أدري كيف حفظت يعني منها بعض الأبيات منها لا هنت يا راس الرجاجين لا هنت لا هالراسم في ترى العود مدفون والله ما أحطك بالكبر لكن آمنت باللجة على الدفن المسنين مسنون نعم ثم بعد ذلك هذه مرحلة الطفولة هذه مرحلة الطفولة ما جئنا بعد ذلك إلى مكة وجئت أنا أكملت الدراسة من السنة الخامسة الامتدائية في دار الحديث المكية هيأ الله تعالى لنا أساتيذ متميزين كانوا أزاهرة وأساتيذ أيضا كذلك خاصة في العقيدة وفي الحديث من هنا من البلد من علماء مكة فهذا الجو اللغوي الشاعري الأدبي أورثنا أو ألبسنا لباس الأدب وعاشقنا اللغة العربية أنا ورفاقي أو طائفة من الرفاق الذين كانوا معنا وفي الحقيقة الهمة العالية كانت موجودة منذ الطفولة وأريد أن أكون الأول ما شاء الله ليست أنانية هذه ليست من الأنانية لكن أريد هذا وأريد الثناء طبعا هذا في الصغر وهناك أيضا شيء من الغرور العلمي يأتي الإنسان في الصغر ويذهب بعد ذلك فكنت مستوليا على إداعة المدرسة في صباحها وكذلك في ظهيرتها وفي الضحاها في الضحاها عندنا في نصف ساعة أيضا فأنا دائما أمسك بزمام القوة طبعا هذا الزمام يحتاج أنك تكون مطلع أو تحذر طبعا أولا أنا حفظت القرآن حفظت ملحة الإعراب عندي أيضا كذلك محفوظات من الشعر وبعض الثقافة الأدبية وهناك أحيانا بعض المديح يجعل الإنسان يتوهم أنه على مستوى أعلى مما هو فيه يعني كان أحيانا يطلقون على بعضنا مثلا الشافعي الصغير الشوكاني الصغير الفلان الصغير مؤساتي ذلك أحيانا من باب التحفيز وكذلك نعم نعم أنا أتذكر أنه كان لدينا أمسية من الأمسيات فكنت أتحدث عن أمثل الأخفش وهو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط إذا أطلق الأخفش فهو الأوسط فلأن الأستاذ الأدب لقننا بعض الكلمات نقولها هناك من يمثل سيبويه وأنا أمثل الأخفش كان المسرحي يمثل المسرحي فأنا قلت لسيبويه وهل يجهلك أحد أيها الشيخ الجليل إنك أبو بشر عمرو بن عثمان ولئن كان الغدر قد ظلمك فإن التاريخ أنصفك وبقيت عالما في اللغة العربية لا أجهلك أحد فالناس جميعا يعرفون السيبويه ولقد تتلمدت عليك وأخذت عنك مع كبر سني وأنت تصورني وكنت أنحى تلاميذك إلى آخر الكلام في آخر الكلمة قلت كلمة عجيبة إلى الآن لا أزال أتذكرها وأضحك وحدي أنت بنيتها من عندك من عندي قلت ولو تحدثت في هذا الموضوع حتى مطلع الفجر ما وفيت ولكن لضيق الوقت أقف هنا وأنا لو قالوا زيد سطرين ما زد ما استطعت لكن هذه فتحت لك لكن بس يعني نوع من المبالغات جميل هذا كان في المرحلة المتوسطة يمكن هذا في المرحلة المتوسطة وكان لي صديق حميم كان لغويا يحفظ الألفية كاملة ويحفظ النعم يحفظ الألفية ويحفظ القطرة كاملا ويحفظ أيضا الملحة لكنه لا يحفظ القرآن ولعل الله يسر له بعد ذلك أن حفظ القرآن فكان بيني وبينه منافسة في الكلمات أنه طلع لي في كذا مدري من فين جاء وجاء في المتوسطة فكان حفظه ويحفظ الكلمات ويحفظ النثر أنا ما تعودت على حفظ النثر كثيرا ولا أقهر نفسي على الحفظ ما أعجبني حفظته وبسرعة هذه طبيعة بس هو كأنه قدح زناد نعم قدح الزناد وزعم يوما من الأيام أنه يحفظ ألفية في إعراب القرآن لأننا كنا نتساءل أسأله ويسألوني في إعراب القرآن ما يعراب كذا ثم يسألوني بعد الحصة الثانية عن كذا من باب التحدي وليس من باب الاستفادة وأنتم تذكر في المرحة المتوسطة من المرحة المتوسطة لأنه كان أيضا كنا ندرس كان فيه في الحصوات كان فيه عدد من المشايخ ويدرسون النحو وأساتيذون أيضا الذين كانوا معنا في الدار كانوا من الذين تخرجوا قبل عام 65 هؤلاء هم الذين درسوا على المنهج الأزهري السابق فهؤلاء كانوا يعني درسوا قطر الندى في الابتدائية ابن عقيل يمكن في المتوسطة والثانوية لا أدري يعني سبحان الله في المتوسطة أظن اللي بينك وبين صديقك هذا اليوم في الدراسات العليا ممكن تسجيل السجالات نعم في يوم من الأيام سألته كان الدرس عندنا في سورة الصفات في بل كنتم قوما طاغين هذه الآية فسألته عن الطاغين ما يعرابها لأن قوما معروف أنه خبر قال أنا الآن عندي عندنا حصة وإن شاء الله بعد الحصة فبعد الحصة ملتأينا الجواب قال إيش السؤال بل كنتم قوانطين قال نعم يقول في فلان في ألفية الأهدل في ألفية وخبر قوما مطاغين صفة ففهمه عني فهمه صافي المعرفة طبعا هذا بالنسبة لي كان شيئا عظيم كان شيئا مقلقا بالنسبة لي أزعجني كيف يحفظ شيئا في القرآن وأنا أحفظ القرآن ويحفظ ألفية من أين هذا؟ قال هذا من ألفية فلان الأهدل تحفظها؟ قال أحفظ ثمانمائة بيت منها طيب كنا نشوف مرة ثانية سألته عن قوله تعالى إذ وشيكم النعاسى أمنة منه ما يعرف أمنة أيضا قال أريد أن أتوضأ عندي ويستخدم معك أسدوب غريب سأذهب للوضوء وأعود فأذهب للوضوء وعاد سكت لم يقول شيئا طبعا أنا أذكر هذا لأن طبيعة البودكاست دردشة نحن ندردش نعم وترى هذه الدردش يا دكتور لا تخلوا من الفائدة حتى لنشغل مجتمع الكريم مجال استلقائية وعفوية فأقلت له إذ وشيكم النعاسى أمنة منه قال نعم أمنة من أجله مفعوله وأنه مشاهد بما أقوله وهكذا استمر الفيلم أو المسرحية استمرت معنا في مرات عدة أربع خمس مرات كل مرة نعم طبعا هو كان فيه سؤال متبادل يسألوني العمر قريبين من بعض قريبين من بعض مرة في عمر واحد تقريبا في سن واحد فسألني عن حمالة الحطب ما يعرابها الآن هو اللي يسألك الآن هو اللي يسألني فأيضا بعد الحصة إن شاء الله أنت قلت له أو غدا دعوها بالتي هي الدعوة بنفس الطريقة نعم لما التقينا في المرة الثانية ذكرني بالسؤال طيب دعني أتذكر الأبيات دعني أتذكر الأبيات ما هي الأبيات وأعرابها حمالة بما حصل وهم بذاك أيدوا قول الجمل في قوله حالا كما قد تحتمل نصبا على الوصف لذا ذم نقل ابناء هشام وعقيل والإمام جلال الدين والحريري والهماء ما في حريري ولا في شيء ذك آآ من عندك من كده بس من فين هذا نقول هذا من ألفيتك التي تحفظها فاتضح يعني أنه وهم أنه نوع من التدليس في هذا بعد هذا طبعا ذهبنا إلى الجامعة الإسلامية ويسر الله الثانوية لم يكن فيها شيئا لا هو أيضا فيه ذكرتني بشيء دار الحديث المكية كان فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية صح فجاء قرار بنقل الثانوية إلى الجامعة الإسلامية فأصبحنا بعد ذلك في حيرة وفي قلق لا نريد يعني حاولنا وكتبنا القصائد وما في فائدة فرثاها هو بقصيدة المطلعها دار الحديث عليك مني سلامي وتحية الإيمان والإسلام إلى آخر أنا لا أحفظ القصيدة وأنا أيضا لما كتب قصيدة ذهبت وحاولت أيضا وهو كان أشعر مني على البديهة يعني وشعريتي صناعية وكان هو عن طبع وكتبت قصيدة أيضا يدار هدي بذات الروض حييتي لأنها كانت في الروضة يدار خير بنور الله حليتي يدار فحي على الخير الذي ثبتت أبنائه أفقا من غير تشتيتي قد ظفروا بجل الخير قاطبة تنكغل من داود من أسلاب جالوتي طبعا هذا البيت مسروق من أو مقتبس من بيت لأبي نواس أنا فتحت الديوان وانتفعت بالروي يعني والقافي كل هذا محاولة لتفعل صحيح نعم وطلعت قصيدتي أحسن طبعا يعني القصيدة وهو كتب أبيات كثيرة جدا حتى في شخصي مرة نغبت عن الاختبار نمت وكان هذا في السنة الثالثة الانتوسط كانت اختبارات اختبار يعني مهم جدا جدا والمادة سهلة يعني ظنها تجويد لا المادة حديث كانت المادة حديث فكتب أبياتا في هذا عبد العزيز يا خلق الرائب شراكا قد اختبرنا ونحن اليوم ننعاكا لم يبقى في الدار من نصي لمنطقه لا للحديث وللقرآن إلا كا لكن ما نفعني الشعر وطلعت بعدين في الدور الثاني نجحت نجحت المادة وفي هذه المادة وكنت يعني في تلك الأيام ما بين جيد جدا وجيد الامتياز بعد ذلك ثم الأول في الكلية